موسيقى صباحكم سعيد مشاهدين وأهلا وسهلا بكم من هذه النشرة الإخبارية من قناة الأخبار المغربية أمفانتكا على هامشي الدورة السبع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بشرم الشيخ وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو المزيد من التفاصيل في التقرير التالي بمقر إقامة سموها بشرم الشيخ استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو والمنسقة التقنية للجنة المناخ لحوض الكونغو السيدة أغلت سودونونو الاستقبال يأتي على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي شرفتنا صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء اليوم بهذا الاستقبال هي التي تحمل حص المبادرة انطلاقا من التوجهات الكبرى لجلالة الملك محمد السادس التقوم بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بتعبئة لصناديق الدعم الأولى بمناسبة لقاء رفيع المستوى غدا الأربعاء بحضور وزراء الدول الست عشر الأعضاء في لجنة المناخ الخاصة بحوض الكونغو إلى جانب الشركاء الماليين والتقنيين حضر هذا الاستقبال وزيرة الانتقال الطاقي وتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي وسفير المغرب بمصر السيد أحمد التازي ونزه العلوي الكاتبة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وحضره عن الجانب الكونغولي السيد أندغيا فريدريك فادالي مستشار الوزيرة والسيدة فلورينتين مابين المديرة العامة لحوض الكونغو دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم أمس إلى وقف التمويه السامي الصادر عن شركاته ومستثمرين يقومون بوعودة زائفة بشأن الحياد الكربوني شيما أبكى في المتابعة في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف ما أسماه التمويه السام الصادر عن شركات ومستثمرين يقدمون وعودا زائفة بشأن الحياد الكربوني معتبرا أن هذا التمويه قد يسقط العالم في كارثة مناخية وقال جوتيريش مرحبا بتقرير لخبراء في الأمم المتحدة إن الحياد الكربوني لا يتماشى مع مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة الأحفورية كما أن قطع أشجار الغابات والنشاطات الأخرى المدمرة للبيئة يسقط هذه الوعود وجاء في التقرير أن المدن والمناطق والهيئات المالية والشركات لا يمكنها القول أنها حققت الحياد الكربوني مع استمرارها بالاستثمار في مصادر جديدة للطاقة الأحفورية دوليا دائما بالعاصمة البلغارية صوفيا انعقد اجتماع من قبل وزراء خارجية مبادرة أوروبا الوسطى لدعم أوكرانيا ومناقشة أزمة الملف الأوكراني الروسي ودرق التعامل مع تداعياتها لاتخاذ إجراءات لأزمة لازمة في هذا الصدد التقرير لأسامة العمراني تعهد وزراء خارجية مبادرة أوروبا الوسطى بتقديم الدعم لأوكرانيا وذلك خلال اجتماع بالعاصمة البلغارية صوفيا المجموعة أشارت خلال اللقاء إلى أنها أظهرت التزاما قويا بغية مساعدة أوكرانيا وتبادلت الأفكار لاتخاذ إجراءات ومبادرات ممكنة في هذا الصدد وطرق التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وزراء خارجية المبادرة اتفقوا على توحيد رؤية سياسية تجاه أوكرانيا والتزموا بتحديد موعد لزيارة كييف من أجل تحليل وفهم الاحتياجات على أرض الواقع بشكل ملموس مبادرة أوروبا الوسطى هي مجموعة تهدف إلى تحقيق التماسك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين دول أوروبا الوسطى وإلى مساعدة البلدان الأعضاء فيها من خارج اتحاد القارة العجوز في تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية يترقب ملايون الأمريكيين نتائج انتخابات منتصف الولاية في استحقاق مفصلي يشمل تصويتا على مستوية عدة سيحدد هامش المناورة للرئيس جو بايدن حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2024 والتي قد يخدها الرئيس السابق دونالد ترامب وسيتعين الانتظار ساعات طويلة بل بضعة أيام لمعرفة لمن آلة الغالبية في كونغرس ونعود للخبر الوطني جرى يوم أمس بالرباط عقد الندوة الختامية لمشروع التوأمة بين الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الأوروبي وذلك بمبادرة من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المزيد من التفاصيل في التقرير التالي بمبادرة من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني جرى بالرباط عقد الندوة الختامية لمشروع التوأمة بين الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الأوروبي ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج إنجاح الوضع المتقدم والهدف إلى تعزيز الروابط بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الوكالة حاضرة في هذا المشروع طبعا لأنه هي الوكالة الوحيدة في المغرب التي تقوم بعملية تقييم بمختلف أنواعها لدعم أو مواكبة هذا المشروع الطموح الذي أرسته الوزراء الوصية وقد تم إبرام هذا المشروع بين الاتلاف الفرنسي المكون من فخونس ديوكاسيوان تغناصيونال والمجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي وهيئة ألقاب المهندس من جهة والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى إن أهداف هذه توأم قد تحققت بالفعل لسيما فيما يتعلق بتكوين الخبراء وتحسين المناهج وتنمية المهارات وأنا أود أن أنوها بمحور تعمق التفكير بشأن نظوم المعلومات واستخدام البيانات من قبل الوكالة وأؤكد على التواصل والعمل المحدد حول الاتصال في الحالات الطارئة بالإضافة إلى التقييم الذاتي والتقييم الخارجي والنموذجي فيما يتعلق بالمعايير والمبادئ التوجهية الأوروبية هذا وقد تضمن برنامج الندوة الختامية عقد مائدتين مستديرتين تناولت الأولى دور وكالات التقييم في تطوير البعد الدولي للتعليم العالي في منكبت ثانية على دور الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في السياق المغربي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واحتفالاً بذكرى 47 للمسيرة الخضراء المجيدة تم إعطاظ انطلاقة إنجاز أشغال الشطر الأول من الطريق الرابطة بين التاوس وأوزينة بإقليم رشيدية وذلك بحضر عدد من المسؤولين المحليين شايم أباكا في المتابعة الشطر الثاني من الطريق الرابطة بين جماعة التاوس ودوار أوزينة بإقليم رشيدية يرى النور مشروع الطريق الممتدة على 35 كم يندرج ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القراوي حالياً هذه المنطقة كلها ستربط بفكة العزلة والطريق اليوم التي تعطيها انطلاقة ستوصل تقريباً 15 كم على المحل الذي نحن فيه فيها ومن بعدها ستكون دراسة والربط هذا الطريق كله حتى توصل الزاقورة إذن ستكون للمنطقة الزاقورة مرتبطة مباشرة بالأقاليم المجاورة مشروع من بين أهدافه فك العزلة عن ساكنة دوار أوزينة وعدد من المناطق بإقليم رشيدية وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع وتعزيز تنمية الاقتصاد والسياحة بالجهة بالمناسبة تم تقديم خطة عمل برنامج لعام 2022 المتعلق ببناء ما يقارب 123 كم فاصل 66 من الطرق خبراء مناخ مغاربة ودوليون دعوا يوم أمس بالرباط إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التفاصيل في تقرير التالي تعزيز البحث والتطوير والابتكار لمكافحة الاحتباس الحراري هذا ما دعا إليه خبراء مناخ مغاربة ودوليون في مجال المناخ خلال يوم دراسي حول موضوع تغير المناخ البيئة الموارد النمذجة والمحاكة حيث أكدوا أنه من الضروري تعمق النقاش حول البحث والتطوير والابتكار في بلادنا وكذلك التشاور حول تحديد المشاريع والمحاور البحثية الواعدة والتي تتعلق أساسا بإشكالات المناخ إن هذه الآفة تعود إلى الاستخدام المكثف للوقود الأحفوري والذي يجب أن نسعى للحد منه عن طريق استخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين الأخضر هذا مع التأكيد أن المغرب يمضي في المصاري الصحيح بالنظر إلى زيادة استخدامه للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء وتندرج هذه التظاهرة العلمية التي نظمتها هيئة علوم الفيزياء والكيمياء التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بشراكة مع جامعة لورين وبقيادة خبراء وطنيين ودوليين وأعضاء فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تندرج في إطار السنة الدولية للعلوم الأساسية من أجل تنمية المستدامة إن هذا اليوم الموضوعات لا يروم مناقشة الحلول والابتكارة الممكنة لمكافحة الاحتباس الحراري فحسب بل يهدف أيضا إلى تعزيز البحث العلمي في مختلف مراكز البحث والجامعات مع تركيز على التقنيات الجديدة التي من المفترض أن تحسن استخدام وتجميع وتخزين الطاقات المتجددة على نحو أكبر وبتكلفة تقل عن استخدام الوقود الأحفوري هذا وتناول المشاركون في هذا اليوم عدة محاور منها على الخصوص تغير المناخ وتحدي الحياد الكربوني وتخفف من تغير المناخ من خلال الموارد الطبيعية وتقلبات المناخية في المغرب في سياق تغير المناخ بشكل عام جرت بالدار البيضاء مراسم وضع إكليل الظهور بمقبرة بلمسيكا العسكرية احتفالا بالذكرى الثمانين لعملية الشعلة التي شكلت لحظة حاسمة في تاريخ العلاقات العميقة في المجال العسكري المزيد من التفاصيل في سياق تقريرات تالي احتفالا بالذكرى الثمانين لعملية الشعلة والتي شكلت لحظة حاسمة في تاريخ العلاقات العميقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب خاصة في المجال العسكري جرت بالدار البيضاء مراسم وضع إكليل الظهور بمقبرة بلمسيكا العسكرية إن عملنا مع شركائنا الأفارقة بما فيهم المغرب يعكس الدور الحاسم للقارة في ضمان السلام والأمن العالميين في الماضي والحاضر والمستقبل أما فيما يتعلق بعملية الشعلة فإنها كانت من أكبر عمليات الإنزال العسكري في التاريخ كما إنها شكلت أيضا لحظة فاصلة في الحرب العالمية الثانية وتميزت مراسم هذا الاحتفال بعرض استعراضي لفرقة المارينز حيث تم رفع العالم الأمريكي على إقاع نشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية ووضع إكليل الظهور أمام النصب التذكاري لهذا الحدث التاريخي لطالما كان المغرب حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة خاصة من خلال إسهامه في ضمان السلم ليس فقط في إفريقيا بل في العالم بأسره من المهم حقا أن تواجد اليوم هنا في هذا المكان التاريخي من أجل إحياء ذكر الجنود الأمريكيين الذين قضوا وهم يقاتلون من أجل أن تسود الحرية في العالم هذا وينسق المغرب والولايات المتحدة بشكل وثيق حول العديد من القضايا الأمنية الهامة كما يشارك المغرب في أكثر من مئة مناورة وفعالية عسكرية سنويا ويصدف أكبر تدريبات عسكرية سنوية في القارة الإفريقية الأسد الإفريقي ويعد المغرب شركا رئيسيا للتعليم والتدريب العسكري الأمريكي بدأت شركة السيارات الكهربائية تيسلا في صحب أكثر من أربعين ألف سيارة في الولايات المتحدة قد تشكل خطرا بسبب خلل في نظام القيادة خاصة عند مرور السيارات فوق مطبات أو حفر وعضحت الشركة أن غياب نظام التوجيه أو محدوديته لا يؤثر على التحكم في القيادة لكنه قد يتطلب جهدا أكبر من السائق وخاصة عند السرعات المنخفضة والإصلاح المشكلة من الضروري تحديث برمجيات السيارات المتأثرة وهي من طراز S وطراز X المصنعة بين عامي 2017 و2021 كانت هذه آخر مواد نشرتنا تفاصيل أوفة عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا لكم على تيفي المتابعة دمتم في أمان الله